موسيقى الشخص الذي حاول السعود إلى منبر الحرم المكي يدعي أنه المهدي المنتظر إليكم التفاصيل أهلا بكم في فيديو جديد كشفت التحقيقات الأولية التي أجردها الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة أن الشخص الذي حاول الهجوم على منبر الحرم المكي يدعي أنه المهدي المنتظر وأفدت صحيفة السعودية بأن التحقيقات كشفت أن مواطن أربعيني كان يدعي أنه المهدي المنتظر وتم ضبطه أثناء هجوم ومحاولته السعود إلى المنبر وهو يحمي العصى خلال خطبة الجمعة أمس وتم إيقاف الجاني من كبر رجال الأمن بقوة أمن الحرم المكي وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها اتجاهه وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية